أجواء الشهر الفضل الآن موائد الإفطار بالمساجد الجزائرية بفرنسا ككل سنة تفتح أبوابها للقاصدين وككل سنة أيضا الجزائريون يكونون في الموعد لجمع التبرعات والتطوع لخدمة المسلمين والإسلام كاميرا النهار كانت في مسجد الأحسان بالضواحي الباريزية لتنقلنا التالي المساجد الجزائرية بفرنسا تحرص على تقديم وجبات الإفطار للمسلمين وغير المسلمين أيضا ويقوم على هذا شباب جزائري كرس وقته لخدمة دينه في هذا الشهر الفضيل عمر من بين هؤلاء الشباب وهو المسؤول عن تنظيم جدول المتطوعين واستقبال التبرعات بمسجد الإحسان هو عمل يقوم به المتطوعون لهم شباب يقطنون بالأحياء المجاورة للمسجد يأتون للصلاة وكان معظمهم تلامذة في مدرسة تعليم اللغة العربية والقرآن والبعض الآن يعملون في التدريس والبعض في الجامعات والحمد لله هذه النشاطات مكنة شباب من العودة إلى المساجد للمساهمة وإعطاء صورة حسنة عن الإسلام تتكاثف الجهود هنا وتنصب الطاولات ولكل دوره الذي يحرص على تأديته على أكمل وجهه حتى يستقبل الصائمون بعد شقاء يوم طويل أنا واحد من الناس اللي يراهم هنا احنا كامل هنا عيلة واحدة ما كانش فرق كامل بينتنا احنا وليدت زايد في الغربة ونصوموا رمضان نصوموا نورمال الماكلة كما راكم تشوفوا قاعدة مليحة والحمد لله يعني لزالجيريان كما نقولوا في الغربة وما مخاوتنا توان سالم غاربا رانا نصوموا أنتك فرحانين كين ريحت رمضان ولا يقتصر دور هؤلاء الشباب الجزائري على تحضير الإفطار فقط بل يتم تجهيز المسجد وفرش الزرابي تأهبا لاستقبال المصلين لصلاة التراويح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر